تجدد لها الاشتباكات في الخرطوم الجيش السوداني وعن طريق القصف المدفعي يستهدف أماكن تمركز وحدات ميليشيا الدعم السريع في جنوب الخرطوم وفي شرق الخرطوم ويكبد الميليشيا الإرهابية الإجرامية خسائر جديدة كبيرة هذا هو الرد العملي على المقايدة التي عرضت على الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الخفاء من قبل ميليشيا الدعم السريع ومن قبل من يقف وراء الدعم السريع الفاشر بالخرطوم الجيش رفض هذه المقايدة رفض المبادلة ودافع عن وحدة أراضي البلاد رفضا لتقسيم وأيضا رفضا للتفتيت الجيش السوداني يواجه هجمات أيضا شنت عليه في الفاشر من قبل العصابة الإجرامية الإرهابية الهجمات كانت قوية لكن إيمان الجيش بالمولى عز وجل والسبات والتحدي والصمود والإباء كان لهم مفعولا كبيرا في مكوس الجيش حتى الآن في الفاشر والتصدي للعصابة الإجرامية الإرهابية أيضا هناك دور لافت لسلاح الطيران الحربي الذي يقوم بشن غارات تستهدف ميليشيا الدعم السريع الإرهابية الميليشيا الإرهابية ردت أيضا على الجيش وقامت بقصف أماكن تمركز الجيش في أم درمان ما جعل هناك يعني حالة من حالات الخوف لدى السكان لدى المدنيين خاصة نحن نتابع استهداف واضح من قبل الميليشيا الإرهابية الإجرامية للمدنيين في سودان منذ بداية هزيع الحرب التي انطلقت وبدأت من إعلان حميتي التمرد في منتصف إبريل من العام الماضي 2023 ولازالت جارية حتى الآن لكن الأمل كبير